السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو راح نشرح ان شاء الله كيفية انشاء حساب على موقع O2 والشراء منه. نفتح اي متصفح انترنت وليكن ايج هنا نكتب في شريط العنوين O2.da ونختار التالي او افن الفتح. ثم نختار هنا من الموقع ماين كونتو يدس ريجستريرن نختار اذا كانت صاحب الحساب امرأة فنختار فغاو واذا كان رجلا فنختار ثم ندخل الاسم في حقل الفورنامة والكنيا والنسبة في حقل الناخنامة وانوان البريد الالكتروني في حقل الاميل ادغسة وبعدها يجب ان نختار او ندخل كلمة سر نختارها نحن ولا ننساها طبعا لازم تتألف باقل ما يمكن من ثمانية رموز مثل ما هم كاتوينة ولازم يكون فيها على الاقل حرف كبير وحرف صغير مثلا A كبيرة او B صغيرة ويجب ان يكون على الاقل زندرت سايشن اي رمزا مثل اشارة تعجب اشارة استفاهم دولار الى اخره وعلى عدد يجب ان تحتوي على عدد ثم نعيد كلمة السر باسفورت في دهولا ثم نختار نضع اشارة الصح هنا اذا كنا نريد ان نحصل على الاعلانات ثم نختار ريجستريرا هون اصبح لدينا حساب فينا نعطي شبايشن لحفظ كلمة السر والايميل في هذا الموقع او فينا ما نعطي شبايشن لحفظ ولكن شبايشن تسهل علينا في المرات القادمة لتسجيل الدخول دون ادخال كلمة السر هنا نختار ماين كونتو فنجد فيها عدة خيارات اذا اخترنا ماين بروفيل المعلومات الشخصية برزون لشداتن الكوند النمى اليميل ادغس الباسورد اذا لدنا غيرها نختار اندرن التليفون النمى رقم الهاتف اللاستشغفت اللاستشغفت يعني طبعا عملية السحب المباشر من الحساب البنكي في حال شراء شي نتابع طبعا كمان من ماين كونتو فنلاحظ في عندي ماين بشتلونغن طبعا ماين بشتلونغن يعني الطلبيات اللي مشتريها سابقا ماين كونتو ببوخنغن يعني عمليات الدفوعات هون لاحظ راح يجينا ايميل على البريد الالكتروني نعطيه انملدونغ بشتاتيقون بارولي بشتاتيقون هون تم تأكيد عملية التسجيل هون نلاحظ ماينغشنونغن كمان الفواتير اب ميلدن و الى اخره طبعا راح نشوف كل خيار هلأ ماين بشتلونغن لاحظ انا ماين بشتلونغن لاحظ انا مايني طالب شي قبل للمرة الحساب لساتو جديد وبالتالي مافي شي ماينغشنونغن كذلك الامر ليس هناك فواتير لانني لم اطلب شي بعد كذلك ماينو كونتو ببوخنغن عملية الدفوعات كمان لايوجد صفر يورو طبعا لاحظ ماين بروفيل عندي المعلومات الشخصية برزون ليشاداتن عندي الاينشتلونغن الاعدادات عندي لاستشغفت واللي هي او لانشغفتن العنوان عنوان اللذي اسكن فيه طبعا نختار انديرن او تغيير فهون لازم ندخل اسم الشارع شتغاسة ورقم البيت هاوس نموة طبعا الاسم والكنية ما اخذينا من عملية التسجيل او من الكونتو الاساسي ما نحن دخلناهن اثناء انشاء الكونتو او الحساب هون لازم ندخل الرمز البريدي بوست لايتسال والاورت اسم المدينة طبعا لازم ندخل اسماء حقيقية بالنسبة لا اسم الشارع واسم المدينة والبوست لايتسال فاللاحظ هون دخلنا اسماء غير حقيقية شتغاسة وزار وهذه الاسماء غير موجودة فعطانا خطأ طبعا رح نعدل هون اسم الشارع وندخل وليكن برلينة شتغاسة الشارع برلين واسم المدينة ندخل الاسم كامل وليكن زار بروكن ثم نعطي اوبا نيمن يعني اخذ المعلومات او قبول المعلومات لاحظ العنوان تم ادخاله بشكل كامل هون لنشوف شي ارتكل نتسوي بالبحث مثلا ميكرو فيلا مايكرو ويف او اي شيء بدنا نشتري شبيلت سويقه العاب او اي شيء لاحظ عنا كل الخيارات ظهرت انا عجبنا وليكن واحد من المايكرو ويف عنا المايكرو ويف هذا لاحظ تقييمه جيد اربع نجوم ونص سعره مخفض الى ستة وخمسين بالمية اندن فارن كورب في سلة المشتريات ثم الى سلة المشتريات تسوم فارن كورب لاحظ هون مغير عدد القطع اذا بنا قطعتين او ثلاث او وحدة نخليها واحدة كمان عندي طبعا في هذه المرحلة لاحظ انا كاتبين الارسال صفر راح نروح الى الكاسة او الى الدفع طبعا بس اول مرة في عملية الدفع راح يطلب منه تأكيد الشارع اسم الشارع واسم المدينة لاحظ تم تعديل التوماتيكيا لان اسم الشارع مو صحيح ما في موجود اسم هالشارع ثم ادخال المواليد كما نشاهد ثم ادخال رقم الهاتف هون شلون انت تعرفت على اوتو عن طريق صديق او كذا انا اخترت سونستيكس يعني عن طريق شيء اخر او فيك تختار عن طريق الانترنت طبعا فقط في المرة الاولى مثل ما حكينا هاي المعلومات نعبيها من الشارع والهاتف ولاخره الهاتف طبعا ندخل اول اربعة ارقام من الهاتف في الفورفال وباقي رقم الهاتف في التليفون نمو طبعا ثم نعطيه كوندن ان ليجن كوندن كونتو ان ليجن ونصار الكونتو لاحظ الاسم والعنوان وكل موجود طبعا لازم نغير لنشوف طريقة تدفع مثلا هون الطريقة الاولى بالفاتورة يعني تجينا فاتورة مع القطعة وبعد شهر او 15 يوم نحولها رات انت سالونغ اقصاط لاحظ 12 قصة ما في عليها فوائد صفر بينما 24 قصة يعني سنتين في عليها 12 يورو 48 سنت فوائد ويطلع علينا دفعات بين الاربع حوالي الاربع اربع ونص يورو اول دفع اربع ونص ثم حوالي الاربع يورو لازم تشغفت او عملية سحب الدفوعات نحددها طبعا ندخل للأيبان ثم اذا اردنا عنا كودشاين او رباط تخفيض فينا ندخل الرقم هون ونعطيه اين لوزن طبعا هون اعطاني خطأ لاني هذا الكود غير صحيح ثم نختار حسب السعر الموجود رح نشتري هذا الغرض طبعا هون عم يقول لنا طريقة الدفع غير مقبولة لاني ما دخلت الايبان لازم نغيرها مثلا بيبال او فوركاس يجينا فاتورة على الايميل مباشرة ولازم نحولها وما يبعثوا الغرض لحتى نحول المبلغ هون عم يقول لنا دانك تم الشراء ورح يجينا طبعا تأكيد على البريد الالكتروني انه تم عملية الشراء طبعا لنشوف هلق شلون رح نلغيه نروح على مايني بشتلونجن ماين كونتو مايني بشتلونجن ولكن باللون الاصفر عم يقول لنا فارتت او فوركاست سالونج يعني عم يستنى عملية الدفع قلنا ما يرسلوه الا لندفع بالفوركاست هون عم يقول لنا تنبيه انه رح يجيك ايميل بريد الالكتروني بمعلومات تحويل المبلغ شقد المبلغ على اي كونتو واردنا نلغيه نختار شتور نيرن ثم يريدون سبب الالغاء عنا سببين اما بدي اغير شيء بالمشتره او ماعد بدي المشتره نهائيا فلاحظ الخيار الاول اش مشتا اندر بشتلونجن اتواز اندر يعني مثلا ازا بدي اغير العنوان اتغسط طريقة الدفع المشتره بدي ادخل قوت شاين او صون ستيجز طبعا الخيار الثاني اش مشتد ان ارتكل نشت مرهابا ماعد بدي هالقطعه نهائيا ليش لانه غالية او لقيت ارخص او اشتريت شيء ثاني ثم اعطيه شتور نيرن لاحظ صارت باللون الرمادي مكتب تحتها شتور نيرت معين بشتلونجن لاحظ فيه الماكروايف ظهر باللون الرمادي ومكتوب عليه شتور نيرت يعني ملغاء طبعا هيك نكون ان شاء الله وصلنا الى نهاية الفيديو بتمنى منكم الدعم والمتابعة القناة والاعجاب بالفيديو اذا كان فيه الفائدة واذا كان هناك نقص او بحاجة الى اشياء اخرى نرجو التعليق تحت الفيديو وان شاء الله نشرح لكم في فيديوهات اخرى بشكل افضل وموسع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته